يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم مبارك يا رسول الله يتلألأ مهد سبطك نورا ولد الحسن سلام على إمامنا الأنور وسيدنا الأزهر وولينا الأطهر سلام عليك أبا محمد وعلى أمك الطاهرة المطهرة الزاهرة المزهرة ورحمة الله وبركاته سلام 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 على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة الحادية بعد العاشر البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك حددتكم عن صناعتين عن صناعة شيطانية بامتياز إنهم البتريون نتاج شيطاني قذر بتمام معنى الكلام وصناعة مهدوية فائقة فائقة رائقة إنهم الزهرائيون نتاج مهدوي بامتياز وتفرع الحديث وأنا أحدثكم في أجواء المشروع المهدوي الأعظم عن بنية بشرية تتمثل في صناعة الزهرائيين وعن بنية أساسية مؤسسية تتمثل في تهيئة التقنيات والوسائل والآليات والمراكز والمؤسسات بحسب ما تقدم الكلام حتى وصلت معكم للحديث عن الثقافة البترية القذرة وبدأت من الثقافة السستانية وعرضت شيئا من الهراء البتري للمرجع الأعلم الذي عينه السستاني من بعده إنه إسحاق الفياض ومر الكلام في هرائه وعقائده البترية الضالة التي هي هي عقائد السستاني وعقائد أبناء السستاني بل إن عقيدة المرجع القادم إنني أتحدث عن محمد رضا السستاني عقيدته أسوأ بكثير من عقيدة إسحاق الفياض فنحن نتنقل ما بين بتري قذر إلى بتري يكون أقدر منه هذا هو الواقع الشيعي الذي نعيشه ونعايشه مر الكلام في كل هذا مرجع من المراجع البتريين من مراجع النجف بشير النجف يريد أن يثبت لنا ولادة إمام زماننا وبحسب هرائه البتري الوسخ إننا لا نستطيع أن نثبت ولادة إمام زماننا بهذه الطريقة التي يتحدث بها لا للشيعة ولا للسنة ولا نستطيع أن نثبت ولادة أي مولود بهذا الهراء البتري القذر مع مرجع من المراجع البتريين الطوسيين النجفيين ولادة إنسان من إنسان من هذا القبيل يقال زيد ابن عمر هل يمكن تولد معربة تولد زيد من نطفة عمر هل يمكن إهراض ذلك بالمشاهدة مستحيل مستحيل ذلك لعل تولد زيد من عمر يمر من مراحل والكثير من تلك المراحل لا يمكن إدراكها بعيد الهواث الخمس كونه من نطفة زيد والذي يمكن إثباته بالمشاهدة أن زيد واقع زوجته فقط لأن مواقع عمر محسوس وأنه كذف في رحمة مزوجته أفرض يمكن إحراضه في بعض الأحيان بالحواز ولكن أن زيد تكون من نطفة زيد من نطفة عمر لا سبيل للمشاهدة إلى ذلك أبدا كيف يمكن كيف يمكن ذلك أفرضوا زيد كان يواقع من عين ثبت عن عمر تولد من نطفة زيد كيف يمكن معرفتهم لا يمكن ذلك أبدا بل بعض الفكهاء من العام والخادثة يقالوا عبد الدكة نسبة المتولد على الفراش إلى صاحب الفراش اللي هو بظاهر الإسلام بظاهر الإسلام بظاهر الإسلام لأنه لا سبيل لذلك إذ يمكن أن يكون نطفة شخص عاكر وكعبت كثرة منها في مكانه وإمرأة خالد هذا الدك جلست في داك المكان والرحمة يجب المني من الخارج ربما تكون هذا من غيره نطفة زوجي هذه المرأة احتمال وارد هذا ما لا يثبتنا يثبتنا أنه لا يمكن إدعى الإحراز بإهدى الهواز الخمس أن فلان متولدون من نطفة فلان هذه مرحلة ثم بعض ذلك انتقلت النطفة إلى رحمة الأمر وبعد ذلك منعين ندرك حتى ولو كانت إمرأة كلنا عادلة مؤمنة صالحة تمام الصلاة ولكن كلنا هذا الرحمة يجب المني كمال بل إخوتي من باب هذه التقريب المطلب لأبي حنيفة مسألتون هذا فتوى نكله أهنفية وغيرهم وموجود هذه فتوى كتاب المغني لأبن القدامة وغيرهم هذه فتوى موجودة ومعلومة أنه أنه تزوج شكس وهو في المشق امرأة في المغرب وبعد فترة هذه مرأة جابت بولد ولم يرى أي منهما صاهبه في هذا لم يراه لا يحك لذلك المسكين الزوج أن ينكر هذا ولادة هذا الولد بالعنز العمار يقول لعل هو خمل نطفة ذاك وأوقعه في منطقة معينة وهناك رحم المرأة جلب هذه نطفة فتكون منها هذه هي الحكمة التي تتفجر ينابيعها على ألسنة المراجعة افتهمت شيء بهذه الطريقة يريد هذا المرجع البتري الطهسي أن يثبت ولادة إمام زماننا هذا جزء من محاضرة وإجابات على أسئلة مركز الدراسات التخصصية دراسات تخصصية حول الإمام المهدي هذا المركز الذي هو تحت الخيمة السيستانية زار بشير النجفي وسأله أسئلة عن شؤون إمام زماننا وعن ولادته فكانت هذه الفيوضات لا يمكن أن توصف بأنها فيوضات ربانية هذه فيوضات شيطانية فيوضات تحتانية قولوا ما شئتم الأمر راجع إليكم هؤلاء هم مراجعكم البتريون وهذه هي الثقافة البترية القذرة قارنوا بين الثقافة البترية التي تقدمها لكم حوزة النجف وبين الثقافة الزهرائية التي تقدمها لكم قناة القمر كنوا منصفين كنوا منصفين لا تنصفوني أنصفوا أنفسكم أنصفوا أنفسكم الكتاب الذي بين يدي الإمامة وقيادة المجتمع لمرجع المعاصر أيضا من مجموعة المراجع البتريين الطوسيين النجفيين كاظم الحائري هكذا يقولون عن هذا المرجع المعاصر من أنه أعلم تلامذة محمد باقر الصدر هكذا يقولون عنه محمد الصدر أيضا بين لمقلديه وتابعيه بأن المرجع الأعلم من بعده هو كاظم الحائري ولذا فإن الصدريين الذين يقلدون محمد الصدر رجعوا في التقليد إلى كاظم الحائري لأنه هو الأعلم بحسب تعيين محمد الصدر كتابه هذا الإمامة وقيادة المجتمع هذه الطبعة الأولى 1416 هجر قمري إنها طبعة مطبعة باقري قم المقدسة والذي نشر الكتاب مكتب المرجع نفسه في صفحة الأربعين بعد المئة تحت عنوان فوائد وجود الإمام الحجة تحت الستار يعني في غيبته لماذا غاب إمام زماننا الأئمة تحدثون عن الحكمة من الغيب ذكروا لنا مجموعة من المعطيات وبيّنوا لنا بأن المعطيات الكاملة ستتضح بعد ظهور إمام زماننا ماذا يقول هؤلاء البتريون بتري ينقل عن بتري يحدثنا عن فكر أستاذه محمد باقر الصدر ويشير إلى فوائد غيبة الإمام لماذا غاب الإمام ولماذا طال عمره الفائدة الأولى الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى أي إمام هذا الذي يحتاج إلى إعداد نفسي الإمام كامل من أول لحظة من ولادته الشريفة أي إمام هذا الذي يحتاج إلى إعداد نفسي الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها ولتحويلها حضاريا إلى عالم جديد إلى أن يقول من أن الإمام بعد خوض هذه التجارب يصبح أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها يصبح أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها والصمود في وجهها ومواصلة العمل ضدها حتى الناصر إذن الإمام بحاجة إلى إعداد نفسي بالنحو الذي تحدث فيه كاظم الحائر وكذلك أستاذه محمد باقر الصدر ويستمر هذا الهراء إلى أن نقرأ في صفحة الثانية والأربعين بعد المئة الفائدة الثانية الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية بمعنى أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها وتطورها لها أثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود لأنها تضع الشخص المدخرة أمام ممارسات كثيرة للآخرين بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة ومن ألوان الخطأ والصواب وتعطي لهذا الشخصية قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية بالوعي الكامل على أسبابها وكل ملابساتها التأريخية إذن الإمام بحاجة إلى إعداد نفسي وبحاجة إلى إعداد فكري وتعميق لخبرته القيادية الفائدة الثالثة الاقتراب من مصادر الإسلام الأولى بمعنى أن عملية التغيير المدخرة للقائد المنتظر تقوم على أساس رسالة معينة هي رسالة الإسلام ومن الطبيعي أن تتطلب العملية في هذه الحالة قائدا قريبا من مصادر الإسلام الأولى قد بنيت شخصيته بناء كاملا بصورة مستقلة ومنفصلة عن مؤثرات الحضارة التي يقدر لليوم الموعود أن يحاربها إلى بقية الهراء هذا يعني أن الإمام الحجة إن كان في لحظة ولادته أو كان في لحظة بداية إمامته الفعلية كان مفتقرا لكل هذه المعاني فكيف نصبه الله سبحانه وتعالى ما هذا الهراء ثم إن يوم الظهور ليس مشخصا بموعد قطعي كان يمكن لو توفرت الأسباب أن يكون الظهور في زمان الغيبة الأولى ليس هناك من موعد قطعي للظهور وإنما الأمر يرتبط بوضع الأمة وبالشأن العالمي وبالأسباب المتوفرة ولذا فإن موعد الظهور خاضع لقانون البداء يمكن أن يتقدم ويمكن أن يتأخر وهذا واضح في ثقافة العترة الطاهرة هؤلاء البتريون لا يفقهون شيئا من كل هذا إمامكم الذي هو إمامكم بحسب عقيدتكم يا أيها البتريون إمام يحتاج إلى إعداد نفسي ويحتاج إلى إعداد فكري ويحتاج 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 أي إمام هذا بالتعبير الشعب العراقي هذا إمام خرنقعي إمامكم إمام خرنقعي أيضا من تلامذة محمد باقر الصدر إنه محمد باقر الحكيم هذه المجلة عنوانها رسالة الثقلين مجلة إسلامية جامعة تصدر عن المجمع العالمي لأهل البيت طهران إيران العدد الثامن السنة الثانية شوال ذو الحجة يعني في هذا الفصل مجلة فصلية ما بين شوال إلى هذه الحجة سنة ألف أربعمية وأربعطعش هجري قمري في وقتها كنا في إيران وكان محمد باقر الحكيم في إيران كتب مقالا في هذه المجلة عنوانه دور أهل البيت في بناء الكتلة الصالحة الحلقة السابعة قضية الإمام المهدي سماحة السيد محمد باقر الحكيم في الصفحة العشرين من المجلة التي أشرت إليها في مقالة محمد باقر الحكيم يتحدث عن غيبة إمام زماننا إنه الفكر البتري نفسه بعينه ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل لأن الإمام نهقص لم يكن كاملا أما هو محمد باقر الحكيم فقد كان كاملا لذلك تصدى لقيادة الأمة ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة بحيث يصبح مؤهلا الإمام ليس مؤهلا بحاجة إلى التجارب حتى يصبح مؤهلا إذن كيف نصبه الله إذن لماذا نلوم أتباع سقيفة بن ساعد حينما يقولون من أن الصحابة لم يقبلوا بخلافة علي بعد رسول الله لصغر سنه أليس هكذا يقولون إذن لماذا نلومه ما هذا الهراء وما هذا الخراء يا أيها البتريون ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور وتصبح الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والنفسية للبشرية مؤهلة لقيام مثل هذه الحكومة بسبب هذه المعاناة والتجارب إذن الإمام يحتاج إلى معاناة وتجارب والمجتمع أيضا نحن ما عندنا من حديث عن المجتمع المجتمع بحاجة إلى معاناة وتجارب لكن الإمامة كيف يكون محتاجا إلى معاناة وتجارب وقد نصبه الله إماما كيف يكون ذلك أي منطق هذا هذا هو المنطق البتري القذر الذي أحذركم منه هكذا تفكر الحوزة النجفية البترية سمعتم ما كان يجري في الأجواء السستانية عبر إسحاق الفياط وسمعتم هراء بشير النجفي هذا هو الواقع البتري في حوزة النجف منذ سنة 448 للهجرة حينما أسسها الطوسي المشؤوم ونحن ننتقل من بتري إلى بتري يكون أقذر منه إلى يومنا هذا من المعاصرين محمد باقر الإيرواني يتحدث في هذه الأجواء يشير إلى عقيدة محمد باقر الصدر ويشير إلى عقيدة كاظم الحائري وهو في مجالسه الخاصة يقول لتلامذته بأن كاظم الحائري هو الأعلم وهو أعلم من السستاني في مجالسه الخاصة لا يعلن هذا بشكل واضح لكن خواصه هم الذين ينقلون هذا الكلام عنه في الأجواء نفسها ينقل الكلام بأسلوب ابن آوى هل هو يرفضه يبدو أنه ليس مقتنعا بالكلام لكنه لا يبين من أن الكلام هذا يتبناه محمد باقر الصدر يتبناه كاظم الحائري يتبناه محمد باقر الحكيم يحاول أن يضع عذرا أو أن يجد عذرا لا أبالي بما يقول لكنني أريد أن أقول لكم هذا هو الواقع الشيعي رجاء اعرضوا لنا الفيديو وهو السؤال لماذا الغيب لماذا الإمام ما يكون أمامنا وبين ظهرانينا ونحن نواجهه ونستفيد منه إذن هذا الوجود الطويل وهو من وراء الستار كيف يفسر ذلك هذا سؤال قد يخطر إلى أذهان البعض لماذا ولماذا وقد يجاب بهذا الشكل بذلك الشكل يجوز أجوب متعددة موجود وأتذكر في زمان سابق ظهر فرد كتيب صغير في ذلك الكتيب رأيت موجود هذا الشيء مضمون إذا لم أكن مشتبها أن النقطة في الغيب هي أنه صلوات الله وسلامه عليه سوف يطلع على كل ما يجري في العالم ويكون ويكون على خبرة وإطلاع أو طبيعي الشخص الذي إلى خبرة وإطلاع بكل ما يجري على الأرض غير ذلك الشخص الذي يبرز وليس له هذا الإطلاع إذن فائدة هذا العمر الطبي الطويل تحت مع الغيبة هو الإزدياد من الخبروية والاستفادة من الخبرات في هذا المجال هكذا رأيت ما أدري الآن أنتو أنظاركم المباركة حول هذا الكلام ماذا يعني الإمام ناقص الخبر هو يحتاج إلى بهذا الشكل منهق الآله هذا الطريق ما أدري على أي حال كلام أنا مشتبه إن شاء الله تعالى في فهم المقصود المقصود في زيارة آل ياسين التي وصلتنا من الناحية المقدسة نن يقرأ عليكم من مفاتيح الجنان نخاطب الإمام الحجة بهذا الخطاب السلام عليك يا حجة الله إنه حجة مطلقة كيف يكون حجة مطلقة وهو يحتاج إلى إعداد النفسيين يحتاج إلى التجارب السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته كيف يكون دليلا على إرادة الله سبحانه وتعالى وهو بحاجة إلى مثل هذا الهراء الذي يتحدثون به حتى لو أنهم تحدثوا بذلك على سبيل الاحتمال حتى لو أنهم تحدثوا بذلك وأرادوا إقناع الآخرين لأنهم يعتقدون به فيما بينهم وبين أنفسهم فهل نقنع الآخرين بالضلال أي منطق هذا لو لم تكن هذه المعاني قد استقرت في عقولهم وقلوبهم لما نطقوا بها ولما كتبوها محمد باقر الإرواني يقول هناك كتاب صغير إنه يتحدث عن كتاب صغير لمحمد باقر الصدر عنوانه بحث حول المهدي وهذا البحث كان مقدمة كتبها محمد باقر الصدر لموسوعة الإمام المهدي لتلميذه محمد الصدر لكن تلامذة محمد باقر الصدر تبنوا هذا الكلام على سبيل الأصالة لا على سبيل الاحتمال ربما يظهر من كلام محمد باقر الصدر أنه جعله جوابا لإقناع الآخرين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ما في الجنان ما في القلوب ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان إنها الثقافة البترية القذرة السلام عليك يا حجة الله حجة مطلقة ودليل إرادته إنه دليل مطلق لإرادة الله سبحانه وتعالى فكيف نتوقع أن نقص فيه وكيف نتوقع التكامل فيه الإمام لا يتكامل الإمام كامل لأنه حجة إلهية مطلقة في عالم الغيب وفي عالم الشهادة في الملأ الأعلى وفي الملأ الأسفل أيضا أقرأ من الزيارة الجامعة الكبيرة نخاطبهم نخاطب آل محمد عموما ونخاطب إمام زماننا خصوصا صلوات الله عليهم بكم فتح الله وبكم يختم فهل يكون فتح الله ناقصا بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث فهل نزول الغيث في مرحلة من المراحل يكون بحكمة ناقصة ليس في محله وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إلى سائر المطالب الأخرى كيف تتحقق هذه المعاني ونحن نتصور أئمة يحتاجون إلى تكامل وأي تكامل أنهم يتحدثون عن التجارب البشرية العادية من صخم الله وجوهكم طيح الله أحظكم على هذا الدين وعلى هذه العقائد البترية نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر يا من لا يشغله سمع عن سم يا من لا يمنعه فعل عن فعل يا من لا يلهيه قول عن قال يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال يا من لا يحجبه شيء عن شال يا من لا يبرمه الحاح الملقين يا من هو غاية مراد المريدين يا من هو منتها همه العارفين يا من هو منتها طلب الطالبين يا من لا يخفا عليه دردت ونف العالمين سبحانك يالا اله الله الله یا حلیمن لا يجن یا جوادن لا يبخن يا صادقا لا يخلف يا وهابا لا يمن يا قاهران لا يغلب يا عظيما لا يوصف يا عدلن لا يحیف يا غنی لا يفتقر يا كبير لا يصغر سبحانك يا حافظ لا يغفر سبحانك يا لغا يا لغا اشترا اله الله الله تلامذة محمد باقر الصدر حينما كان في العراق بداياته كان في أجواء حوزة محمد الشيرازي ثم انتقل إلى النجف فكان من تلامذة الخوئي وتلامذة محمد باقر الصدر وحين انتقل إلى قم صار جزءا من المدرسة العرفانية درس عند تلامذة محمد حسين الطبا طبائي عند حسن حسن زاد آملي وعند جوادي آملي رجاء اعرض لنا الوثيقة الثامنة من مجموعة وثائق كمال الحيدري من الحلقة الثانية من برنامج بصراحة اعزائي الى هنا الاخص حتى ان شاء الله في غد ندخل للبحث الجديد التفتولي جيدا الى هنا اتضح لنا في الاتجاه الاول والاتجاه الثاني فقد بطل لا ولم يتم بأي دليل واضح ويمكن الاطمئنان اليه ان الامامة بالمعنى الشيعي لا هي ضرورة دينية حدوثا وبقاء كما في الاتجاه الاول ولا هي ضرورة دينية حدوثا لا بقاء كما في الاتجاه ماذا في الاتجاه الثاني اذا ننتهي الى هذا هل ان الامامة بالمعنى الشيعي ضرورة دينية ام لا الجواب ماذا يأتي ها الجواب كلا والف كلا لم يثبت لنا ان الامامة بالمعنى الشيعي لها ضرورة دينية كضرورة النبوة ابدا ابدا كضرورة الصلاة ابدا لم تثبت ومن هنا فانكارها يخرج من الدين او لا يخرج ها لا يخرج من الدين لا ظاهرا ولا ماذا ولا واقع هذا هو منطق حوزة النجل السيستاني في موقعه الالكتروني زوروا موقعه الالكتروني في اجوبة المسائل العقائدية وهو يجيب عبر الموقع الالكتروني الاجابات العقائدية في موقع السيستاني الرسمي عن ما يسمى بأصول الدين يضحكون عليكم يقولون لكم من أن الإمامة من أصول الدين هم لا يعتقدون بهذا هم يقولون من أن الإمامة من أصول المذهب أصول الدين عند الخوئي وعند السيستاني وعند سائر المراجع هي أصول الدين عند الأشاعرة أصول الدين عند السيستاني هي التوحيد والنبوة والمعات أما العدل والإمامة فهذاني ما هما من أصول الدين من أصول المذهب ولذا فإن الذي لا يعتقد بالإمامة لا يخرج من الإسلام بينما الذي لا يعتقد بالمعاد يخرج من الإسلام هذا هو منطق حوزة النجا كل المراجع هكذا يقولون الذي ينكر الإمامة يقولون من أنه لا يخرج من الإسلام وإنما يخرج من المذهب لا لعنة الله على مذهب أي مذهب هذا إنه المذهب الطوسي القذر القرآن ماذا يقول في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي في بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هؤلاء كافرون ببيعة الغدير إن الله لا يهدي القوم الكافرين بحسب القرآن فإن الإمامة هي الأصل الوحيد للدين أما التوحيد والنبوة فإنهما من فروع الإمامة سيقولون التوحيد إنه الله التوحيد ما هو الله التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم من أراد الله بدأ بكم كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ومن وحده قبل عنكم التوحيد نأخذه من المعصوم نحن لا نستطيع أن نعرف الله لا بعقولنا ولا بقلوبنا ولا بحواسنا ولا بوجداننا ولا حتى بفطرتنا إذا كانت فطرتنا سليمة غاية ما نستطيع أن ندرك بها أن ندرك وجود الله هذا غاية ما نستطيع أن ندرك بفطرتنا إذا كانت سليمة ولم تتسخ ولم تتغيّى كل مولود يولد على الفطرة إنما أبواه هما الذان يلوثان فطرته إذا كانت فطرتنا سليمة فغاية ما ندرك بها ندرك وجود الله نحن لا نعرف عن الله شيئا إذا رجعنا إلى عقولنا سنذهب في الضلال وإذا رجعنا إلى قلوبنا سنذهب في الضلال مثل ما ضل الفلاسفة لأنهم اعتمدوا على عقولهم ومثل ما ظل الصوفيون لأنهم اعتمدوا على قلوبهم فلا توحيد الفلاسفة بتوحيد صحيح ولا توحيد الصوفية بتوحيد صحيح التوحيد الصحيح هو توحيد العترة لأن الله نصبهم و جعلهم وجهه و أعطاهم علمه و جعلهم خزانا لأسرار كتابه من هنا يؤخذ التوحيد فالتوحيد فرع من فروع الإمامة كما أن النبوة كذلك لأن الإمامة في رأسها يكون رسول الله صلى الله عليه و آله النبي الأعظم هو إمام الأئمة أول إمام من أئمتنا محمد المصطفى صلى الله عليه و آله وهو إمام الأئمة جميعا فالدين له أصل واحد الإمامة الإمام و من فروع الإمامة التوحيد و النبوة و من فروع النبوة القرآن و من فروع القرآن المعاد لأن المعاد نأخذه من القرآن فروع الفروع صارت أصولا للدين و أصل الأصول لم يصبح أصلا من أصول الدين صارت الإمامة من أصول المذهب من الفروع الذي ينكر الإمامة لا يخرج من الدين الذي ينكر الصلاة يخرج من الدين هذا هو منطق مراجع النجف هذا هو منطق الخوئي محمد باقر الصدر في مقدمة رسالته العملية الفتاوى الواضحة جعل أصول الدين ثلاثة أخذها من القطبيين من سيد قطب و حسن البنة أصول الدين عند محمد باقر الصدر المرسل وهو الله الرسول وهو محمد و قد انتقص من محمد صلى الله عليه و آله كثيرا عودوا و اقرأوا مقدمة رسالته العملية الفتاوى الواضحة و كيف وصف رسول الله بأنه لم يكن مطلعا على ثقافة عصره و أي ثقافة كانت في عصره لم يكن مطلعا على ثقافة عصره و كان أميا لا يحسن القراءة و الكتابة هذا الكلام موجود في مقدمة الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر ماذا يقول أئمتنا عن الذين يعتقدون بأن النبي الأعظم لا يحسن القراءة و الكتابة يقولون عن هؤلاء بأنهم كذبون ملعونون لعنهم الله الروايات موجودة في كتبنا كذبوني الأحاديث عن إمامنا الباقر و عن إمامنا الجوات من أن الذين يعتقدون بأن النبي الأعظم لا يحسن القراءة و الكتابة كذبون ملعونون و الأئمة لعنوهم الطوسي يعتقد بهذه العقيدة الخوئي يعتقد بهذه العقيدة السيستاني يعتقد بهذه العقيدة محمد باقر الصدر يعتقد بهذه العقيدة محمد الشيرازي يعتقد بهذه العقيدة بقية المراجع يعتقدون بهذه العقيدة من أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة الأئمة ماذا يقولون عن الذين يعتقدون بهذه العقيدة إنهم كذابون ملعونون أحاديث أهل البيت موجودة في كتبنا الأصلية الأصيلة القديمة ومثلما هم كذابون ملعونون في هذه العقيدة هم كذابون ملعونون في عقيدة الإمامة أيضا هذا هو الدين البتري الذي أحدثكم عنه وهذا هو المذهب الطوسي اللعين القرآن واضح يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه الآية فإنني تحدثت عنها كثيرا في برامجي السابقة ها هو كمال الحيدري يكرر الكلام نفسه مشكلتهم مع كمال الحيدري ليست مشكلة عقائدية منهجه ومنهجهم واحد مشكلتهم مع كمال الحيدري إنه صراع حول المرجعية هذا التهارش الذي تحدث عنه المرجع الكبير في زمان الغيبة الأولى إنه الشلمغاني وقد نقل الطوسي في كتابه الغيبة هذا الكلام عن الشلمغاني من أنهم من أن مراجع الشيعة كانوا يتهارشون على المرجعية على الزعامة الدينية يتهارشون عليها تهارش الكلاب على الجيه وهذا الواقع موجود إلى يومنا هذا وإلى هذه اللحظة القوم في النجف وغير النجف يتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب على الجيه وهذه هي النتائج بين أيديكم نذهب إلى وثيقة أخرى رجاء أعرض لنا الوثيقة التاسعة من مجموعة وثائق كمال الحيدري من الحلقة الثانية من برنامج بصراحة وهي في نفس الاتجاه إنه تأكيد للمعنى الذي تحدث عنه قبل قليل أعزائي إلى هنا اتضح لنا أن الإمامة بالمعنى الشيعي لها اللي عبروا عنها الإمامة بالمعنى الخاص الإمامة بالمعنى الأخاص الإمامة بالمصطلح الشيعي عبروا عنها ما تشاءون هذه لا ضرورة دينية ولا ضرورة ماذا لا أصل من أصول الدين ولا ضرورة من الضرورات الدينية لا حدوثا ولا بقاء يعني أنها من الفروع مثلما تحدث إسحاق الفياط ومثلما هو موجود على الموقع الألكتروني الرسمي لأسيستاني الوثيقة رقم واحد من الحلقة الأولى من برنامج بصراحة نحن في برنامجنا هذا في الأجواء المهدوية نتحدث عن الظهور المهدوي وشؤونه ها هو كمال الحيدري يسيء إلى إمام زماننا معتمدا على الثقافة الصوفية على ثقافة ابن عربي رجاء أعرض لنا الوثيقة يقول يبايعه المسلمون بين الركن والمقام يشبه رسول الله في الخلق وينزل عنه في الخلق نعم لا يمكن أن يكون ماذا ها بمستوى خاتم الأنبياء والمرسلين ماذا في الخلق لأن ذاك لا يدانيه أحد وإنك لعلى خلق عظيم نعم وينزل عنه في الخلق نعم نعم هذا الهراء جاء به من كتب ابن عربي الصوفي الزنديق المعروف وهو يتناقض تناقضا كاملا مع منطق العترة الطاهرة ما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد صلى الله على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا أريد أن أقف طويلا لأنني أريد أن أعرض بين أيديكم نماذج من الثقافة البترية اللعينة وقارنوا فيما بين هذه الثقافة اللعينة وبين الثقافة الزهرائية التي تقدم لكم عبر قناة القمر والثقافة التي تقدم عبر قناة القمر ما هي بثقافة خاصة بقناة القمر قناة القمر تنقل لكم ثقافة العترة الطاهرة الأحاديث أنقلها لكم من مصادرنا الأصيلة الأصلية القديمة إنها أحاديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن نعتقد في علي الأكبر من أنه أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا نقول عن علي الأكبر بأنه أشبه الناس ليس كرسول الله أما إمام زماننا فأخلاقه كأخلاق رسول الله لا يوجد هناك فارق بين أخلاق إمام زماننا وأخلاق رسول الله أخلاق الحجة بن الحسن هي هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو منطق العترة الطاهرة أما هذا المنطق الذي يتحدث به كمال الحيدري هذا منطق ابن عربي الصوفي الزنديق اللعين ألا لعنة الله عليه ومن الوثيقة رقم واحد إلى الوثيقة رقم أربعة من الحلقة الأولى من برنامج بصراحة خلاصة كلام الحيدري في هذه الوثيقة الاعتقاد بالإمام الحجة لا فائدة فيه بالنسبة للذين يعتقدون بوجوده وهو في حال غيبته رجاء أعرضوا لنا الوثيقة بإمكانهم ملانا مثل الزرارة يخلي كتاب الله على قلبه على صدره يقول لمن جعقته إماما أنا أعتقد شبه؟ بإمامتي والسلام عليكم ورحمة الله كقضية إن شاء الله أصلا حياته إلهي إذا كان حيا والله أنا مغايعه يومين إذا لم أكن حيا بعشرة الله إلا كان معصوما أنا معتقد شبه؟ بأسمك لا فرق بين أسمي به أو بالأسمي عثر بهذا أنا فأنا سؤال عندي أصلا سأل بشكل دائما هو أساساً لا أعتقد بحياته وعداء الحياة وشنو أثر جيبوا لي بالدليل يقول بأنه أساساً له أثر لا 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 أثر شنو أنا أعتقد بحياته أو لا أعتقد شنو شنو أثر إذا كان أماني أمام الآن ظاهر وحي ويترتب على يعني أخذ منه الدين أو لا أخذ يترتب على أثر أما الآن أنا والسني أنا والسني هو لا يعتقد بحياتي وأنا أعتقد شنو بحياتي ما الأثر المتواجد؟ أبطي أثر واحد ماذا الكلام في وجوده تعالى؟ أنا والكافر أنا والكافر من هذا لا هذا الشريعة أقوم النبي أقوم أين أقوم؟ لا 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 أثر أقوم أنا مقصود في أين أثره؟ أين أثره؟ اللي الآن يرتبط يغير من حياة الشيء لكن إذا أعتقد الله موجود لابد أن تعتقد أم جنو لا أعتقد بأنه نبي دار والنبي يجيب تواب وعقابه ويجيب آخره ويغلط له هذا تصاحب نيف ويشيزه يمكن أن يقول الله حتى يخلص منه ألف أثر أكو إهنان إذا أنا أقول أن أترتب علي أثر يعني شنو؟ يحتفيني ما بنحقو ارتباط بالكثروني ارتباط معلاء معجز تكويني أبد كل هذه كلها لا دليل عليها إلا الروايات هذا مو أثر هذا هذا الأثر إن تسويته مو أثر منه يعني ألانم كثيراً أنا لا أعتقد به أنه لابد أن أصدق عنه لأنه أعطى الولاية إلي أنه هذا المال أنا أتطرف به فشينو برقوية؟ هذي قفية مفهومية لا بذي واضح ولا نقل الولاية من حد عشر ياهو من الإمام الحد عشر من الإمام الحد عشر عندك روايات مصادق وهاك بروايات الهتفقيقة وما مرتبط بالحج أي أثر ما يترسل أنا قلت الآن السني قاعد الآن ويجاني بالعالم قال لي بابا إحنا ما نعتقدونه إنتم يعتقدونه قلوا له إنتم شنو فرقكم تأخذون دينكم من العلماء خسنا مالتنا بأخذون منه علماءكم قد يصيبون وقد يخطرون علماءنا قد يصيبون وقد يخطرون إلا ونتودي تودي وساطة الفيد هذا النيم آثار ملموسة وغير ملموسة لعلها موجودة لعلها موجودة حقيقة أحسن؟ لا أستنظم البشر بس أقول هذا ملموس إنه يرتب أثر أو لا يأثر مثل القبيل واحد يعتقد أن الحجة واسطة الفيد صحيح هذا الأثر من يندي يجي واحد أنت تقول أصلا لا أعتقد أنت هاي حياتك تكوينية تبعين شيء الذي آمن لا يضيفه شيء والذي أنكر لا ينقصه شيء إذن ما هو السبرة ولهذا أنا معتقد شخصا أنه هذا ما القضية التركيز على حياته هذه الدكان والشيء ليش أنه هم شافوا إذا ما يركزون على حياته ما يقدرون مشروعية لدور المجل أو يتميزون وهكذا لا أريد أن أعلق كثيرا هذه المطالب تناولتها بالتفصيل في برنامج خاص حول هذا الموضوع عنوانه بصراحة يمكنكم أن تعودوا إلى هذا البرنامج خلاصة كلامه من أن الاعتقاد بحياة الإمام الحجة لا فائدة فيه لحياتنا نحن لن ننتفع في حياتنا من الاعتقاد بحياة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه فكر بتري في أوضح صوره الوثيقة السادسة من مجموعة وثائق كمال الحيدري من الحلقة الأولى من برنامج بصراحة وأعتقد أن الوثيقة تعطينا صورة نهائية إذ يؤيد الحيدري المنهج والأسلوب الذي اتبعه أحمد الكاتب والذي وصل إلى نتيجة أن اعتقد بعدم وجود الإمام الحجة حقيدة أحمد الكاتب صارت معروفة في الأوساط الشيعية والسنية ها هو كمال الحيدري يؤيد المنهج نفسه رجاءً أعرض لنا الوثيق سيديش هم يبحث الجهة الأخرى يعني يطلع يقول يا بالدعش إمام موه معاش هذا الثاني عشر الثاني عشر أحمد الكاتب لا هو يقول أنا مصفة هو يقول بأنه أنا من راجعة المنظومة وأنا ما تقول وفعلت كتريحة المنظومة الكلامية ما تنتج إلا اللي يقول آخر المنظومة الكلامية مالكنا يعني واحد يروح للغوايات وكذا وتشكيكات والإشكالات ويطلع شوية يطلع شوية إشكالات من ذلك الضحف وإشكالات مننا وإشكالات من الوعاية وإشكالات من كذا ينتهي إلى نتيجة واخر ونهذا أنا واحد مننا انتهيت لأنها نظرية اجتهادية مرجع معاصر آخر محمد السند محمد السند ينقل لنا كلاما يبرر للعلماء والمراجع الذين لا يريدون إدراك عصر الظهور وهو يحاول أن يجد تبريرا لهم رجاء أعرض لنا ما يقوله المرجع المعاصر محمد السند حسب بيانات أهل البيت كم سنة كم عقد من السنين الله العلم بيد الله هذه فترة الزنزال شدة شاهدنا كثير من العلماء من الفقهاء المراجع والعيذ بالله لأنهم لا يتمنون النص له البيت يقولون نخاف أن نمتحن ونفشن فترة عصيبة امتحان مزلزل السؤال هنا هل أن أهل البيت يريدون هذا الفكر أم أن هذا فكر بتري هذا فكر بتري لا علاقة له بأهل البيت آل محمد يقولون لنا توقعوا الفرج صباحا ومساء الزيارات والأدعية كثيرة ووفيرة جدا وإمام زماننا في توقيع إسحاق بن يعقوب يأمرنا أمرا من أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج هذا هو منطق العترة هذا منطق بتري مرجع معاصر أنا لا أقول بأنه يتبنى هذا الفكر لكنه يبرر لهؤلاء البتريين وهؤلاء الطوسيين وهؤلاء المرجئيين بهذه الطريقة الملتوية هكذا يضحك على الشيعة كل عمامة لها أسلوبها الذي الذي من خلاله يضحك به على الشيعة هذا فكر بتري ما هذا المنطق إنهم يقولون نخاف أن نمتحن ونفشل فأين عقيدة حسن الظن بإمام زماننا وأنتم تدعون بأنكم نواب صاحب الزمان فأين التفهيم وأين التزديد ماذا الهراء ماذا الهراء بهذه الطريقة يضعفون عقيدة الشيعة بإمام زمانهم المشكلة أن الذين يدافعون عنهم يظهرون على أنهم محتاطون متزهدون يخافون من الفشل في الامتحان ما هذا الهراء ما هذا الهراء وإلى مرجع معاصر آخر علي الحسني البغدادي وهو يحدثنا عن كبار مراجع الشيعة من الذين تنسب إليهم الكرامات عن طه نجف وأمثاله ويقول من أنه هكذا يكون العلماء العلماء الأكابر علي الحسن البغدادي هكذا يقول العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر الحجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم أي علماء أي أكابر رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة أكو حكمة أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة قال صح لا تتكلم أنا لا أرضى أن يرى الحجة في زماني لعني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقرائي والولاية والأمور الحسبية حظرا أن أضهد أرضو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري وكان محمد طه نجف يقول السيد البغداد بالتحصير كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم على أبنائه كان شديد الشدة حتى أنكروا على محمد طه نجف لماذا تتشدد في الإرشاد يا أولادك قال أن الأصماء من الأمور الممكنة غير أمور المستحيل على أي حال العلماء الأكافر كانوا يخشونه أن يظهروا حج في دمانهم حظوا من ارتدادهم حسي الحاقبة ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه الرحمة وعمره تسعون سنة قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني سيد مهد القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذي نفاد برؤية الإمام الحجة في بعض مؤلفات في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حضرا أن يرتد هكذا العلماء هكذا العلماء أهل البيت كيف هكذا أهل البيت علي الحسن البغداد يقول هكذا العلماء أهل البيت هكذا يقولون هكذا يريدون منا أن نكون إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من زيارة صاحب الأمر التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين هكذا نخاطبه فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدت فيك بين أمرك ونهيك مولايا أسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي هذا منطق العترة هذا منطق الزهرائيين وهذا الذي تسمعونه من هؤلاء المراجع هذا منطق البتريين ماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف الذي جاء مرويا عن إمامنا الصادق وجاء مرويا عن إمامنا الحجة القائم صلوات الله عليهما هكذا نخاطب إمام زماننا صلوات الله عليه إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوة عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأن تتأم الملأ إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف هذا منطق العترة هذا المنطق الزهرائي قارنوا بين المنطق الزهرائي والمنطق البتري للمراجع البتريين الطوسيين في حوزة النجفي وكربلة هذا هو الذي أحدثكم عنه وأبينه لكم ومن علي الحسني البغدادي إلى الناطق الرسمي باسم حوزة النجف إلى الوائل إلى الناطق الرسمي العقائدي للمرجعية السيستانية اعرض لنا الوثيقة رقم خمسين من الحلقة مية وأربعة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق أتمنى على المشاهدين أن ينصتوا إلى الوائل وهو يسيء الأدب مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول لا يتصور البعض من عدنا أن احنا نقعد ننتظر أكواحد اسم مهدي يجيحل مشاكلنا أبدا إلى آخر كلامه إلى أن يقول من أن موضوع الإمام مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها أنصتوا جيدا إلى ما يقوله الوائل أما ما سيظهر كيف إلى الآن ما تتوقين وكيف وسرى أنا معالجها المسألة بالكتاب وهو يتشيء معالجها معالجها ثانيا ذاكي إيجابيات وسلبياتها تفصيلا يعني ليس صور البعض من عدنا أن إحنا نبعد من انتظر أفواحد اسمه مهدي يجيح المشاكل أبدا اللي يعتقد بيش اعتقاد شخيف ما عدنا بيش اعتقاد إطلاقا إسلام ما يمنعنا فكرة المهدي ما تمنعنا نقوي مصنع ولا تمنعنا نامر بالمعروفون أنهى عن منفر ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا ولا تمنعنا نقتل دون مضادئنا هذا لم مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إلا أكو واحد اسمه مهدي هكذا يتم الحديث عن إمام زماننا ومن أنه مجرد فكرة إيجابياته أكثر من سلبياته رجاء أعيد بث الوثيقة أما ما سيظهر كيف إلى الآن ما ستوصي وكيف وكيف أنا معالج المسألة بالكتاب وهو يستشيوع معالج معالج تانته ذات الإيجابيات هي وسلبيات فتفصيلا يعني ليس صور البعض من عندنا أن إحنا نبعد من انتظروا أفواحد اسمه مهدي يجيح المشاكلنا أبسل اللي يعتقد بيش اعتقاد شخيف ما عدنا بيش اعتقاد إطلاقا إسلام ما يمنعنا فكرة المهدي ما تمنعنا نصوي مصنع ولا تمنعنا نامر بالمعروفون انهى عن منفى ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا ولا تمنعنا نقتل دون مضادئنا هذا مجرد فكرة إيجابيات أكثر من سلبياتها رفع مثل أعلى للعدالة ليس إلا إمام زماننا حين سأله سعد الأشعري عن تفسير كاف ها يا عين صاد قال له من أن كاف كربلاء وها هلاك العترة ويا يزيد ظالم الحسين قاتل الحسين وعين عطش الحسين وصاد صبر الحسين هذا تفسير إمام زماننا لقرآنه سعد الأشعري سأل الإمام فأجابه الإمام وبمحضر والده الإمام العسكري الرواية مفصلة موجودة في كمال الدين وإتمام النعمة للصدق ماذا يقول الوائلي عن تفسير إمام زماننا؟ الوثيقة رقم 51 من مجموعة وثائق بترية الوائلي من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق اتشقدت لقالك فالمفشر يجي يقول لك كاف هاي عن صاد الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة والعين ما اجل شنو ويقوم يسطر لكم الحكي الماجل ما هي تفسير وعيدة عن روح القرآن القرآن العطاء الضخم ما يجي بهالمحاولات هذه الماجلون هالبسيطة هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبداً هاللون من التفشير لا يقبل بحال من الأحوال هذا هو المنطق البتري بامتياز لا أريد أن أطيل الوقوف عنده رأي هذا البتري المرجئي الضال أذهب إلى الوثيق رقم تسعة وخمسين من حلقة مية وأربعة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق الوائلي يريد أن يدفن السرداب الشريف رجاءً أعرض لنا الوثيق على أي حال وإش مهم شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور شردابة شدة كماله حقمة رادو كماله أجيزة يعني مات ليش أنه عليا من قال له أشار أه ماذاك دائش وجود أو عدم وجودة شنو ما عندنا شيء مقدس يعني هذا الإمام سلام الله عليه عندنا شرداب أو دار أو أرض كان يمشي عليها أو الدار كان يبعد بيها يعني عمي نزم نقدس الدار كلها أو الأرض كلها لا ليش أوجد مجال للدهم والشبه وإلا هذا الشبه مثل ما أذكرت لك مؤكرا من هذا كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة ولهذا هو لا يريد أن يقدس الدار كلها ولا يريد أن يقدس الأرض كلها إنه يصر إصرارا شديدا على دفن سرداب الغيبة الوثيقة رقم 58 من مجموعة وثائق بترية الوائل من الحلقة 134 من برنامج الكتاب والناطق هذا الشرداب المكان اللي كان بدار الإيمان بالعشكل كان تعرف في العراق الدنيا حارة بصير إن نجنون نشوي شرداب المكان نجنون بي شرداب نجنون بي وإلا مو معنا والإيمان طب هنا لا مو تشي وأنا الأكمر راح المنبر قائل والله لو بيدي أعلى أجيب لي كرح بالفراب وشده ورايح الناس منه وشكل ويصر في الوثيقة رقم 57 من مجموعة وثائق بترية الوائل من الحلقة 134 من برنامج الكتاب والناطق أولين صاحب الزمان معروف إذا أكو شرداب هذا اللي صارت الهرجع ليه شرداب كان بدار الإمام العسكري شرداب بدار الإمام العسكري بسامرة دنيا حار أغلب دور سامرة بالصيف تحطهم بأسرداب مثل النجف عينان واحد عن الحر يتقي به الحق ما لا علاقة بالموضوع أبداً حتى أنا أكثر من مرة أتخطر بالعراق دعوت إلى أن نجيب تراب نطمة ونخلص من هذا نسريح من عنده وقت لأنه في المشاكل جايبين عليها رطويلة بلا فائدة إيش أبداً من يقول للمان عمام غابي السرداب شنو معنى السرداب أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ماذا نقرأ من دعاء عند زيارة السرداب اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد إلى آخر ما جاء في الدعاء لزيارة السرداب إلى أن نقول وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات نطلب الإذن من الله وهذا يريد أن يدفنها بالتراب هذا هو المنطق البتري الذي أحذركم منه اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات إلى آخر ما جاء في الأدعية والزيارات التي نتلوها عند زيارة السرداب الشريف هذا الوائلي البتري نفسه الذي يتحدث عن دفن السرداب الشريف بالتراب وهو الذي سمعتم قوله من أنه لا يقدس الأرض كلها التي ترتبط بالإمام ولا يقدس البيت كله الذي يرتبط بالإمام ماذا يقول عن الصحابة هذا البتري نفسه رجاء أن اعرضوا لنا الوثيقة رقم ستين من مجموعة وثائق بترية الوائلي من الحلقة مية وأربعة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق في موضوع عدالة الصحابة إحنا ما نريد من وراء عدالة يعني من وراء بحث هذا الموضوع أن ننقص من قيمة الصحابة يعني يجب أن يعلم السامع أننا الآن إذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدشه الآن إذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه أما زرداب الغيبة فلابد أن يدفن أما الأرض التي هي أرض الإمام لا نقدسها لكن تراب صحابة نقدسه وهذه ما هي بقضية عابرة هذا منطق الوائلي وهو منطق النجث إنه المنطق البتري القذر الوثيقة رقم واحد وستين من مجموعة وثائق فترية الوائلي من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق لأنه قبل كل شيء يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام ليشحقه الصحابة الطاهرون الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والشنة والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات إحنا لو نحصل على تراب أقدامنا تبرك به الآن أمين الذين حملوا الكتاب والسنة إنه منطق سقيفة ابن ساعد هذا هو المنهج البتري الذي أحدثكم عنه أتمنى أن تكونوا على مسؤولية وأن تقوموا بالمقارنة بين ثقافة البترية القذرة الوسخة النجسة اللعينة التي تقدمها لكم حوزة النجس عبر وكلاء المرجعية وعبر فضائيات المرجعية وعبر المراجع أنفسهم ألا لعنة الله على هذه المرجعيات إنها مرجعيات بترية ضالة تبعدكم عن منهج العترة الطاهرة قارنوا واحترموا عقولكم بينما يقدموا عبر هذه المرجعيات البترية وعبر مؤسساتها ووسائلها الإعلامية وعبر ما يقدم من ثقافة زهرائية عبر قناة الخمار إلى خطيب حسيني معاصر زمان الحسناوي وهو يقرأ على المنبر توقيع إسحاق بن يعقوب إنه يقرأ من الكتاب لو كان يقرأ من دون كتاب يمكنني أن أجد له مبرراً فأقول من أنه قد نسي الكلام لكنه يقرأ من الكتاب هذا هذا هو توقيع إسحاق بن يعقوب إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى في الصفحة السابعة بعد المئتين وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئاً فأكله فإنما يأكل النيران وأما الخمص فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ويستمر الكلام إلى أن يقول التوقيع وأما علة وقوع الغيبة إلى آخر ما جاء في التوقيع الشريف زمان الحسناوي يقرأ وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئاً فأكله فإنما يأكل النيران لما وصل إلى هذه العبارة وأما الخمص قفز قفزة وانتقل إلى جهة أخرى من التوقيع من التوقيع الشريف وكأن الكلام ليس موجوداً أتمنى عليكم أن تدققوا النظر في هذا الفيديو وأن تدققوا النظر في طريقة قراءته وفي لغة جسد وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئاً فأكله فإنما يأكل النيران يأكل من فلوسنا يأكل شنو؟ نار وأما وأما علة ما وقع من الغيذة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم علسها علس بقية الكلام وقفز لما أراد أن يستمر في الكلام فوجد الجملة وأما الخمص فقد أبيح لشيعتنا قفز على هذا الكلام هذه صورة مصغرة عن الطريقة التي يضحك بها أصحاب العمائم عليكم يا أيها الذين تقولون إنكم شيعة لعلي ما أنتم بشيعة لعلي أنتم شيعة لأصحاب العمائم هؤلاء لهذه العمائم السوداء والبيضاء إنها العمائم البترية المرجئية الطوسية التي لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد رجاء أعيدوا بث الفيديو وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران يأكل من فلوسنا يأكل شنو نار وأما 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 علة ما وقع من الغيذة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإلى نابغة من نوابغ العصر إنه خالد الدراجي من جوقة محمد رضا السيستاني وتحت رعاية محمد رضا السيستاني على علاقة بمحمد رضا السيستاني ينشر الجهل والجهالة والأكاذيب والسفاهة بتأييد من محمد رضا السيستاني ها هو يحدثنا عن اليماني وعا السيستاني يقل الله ملا من KEVIN الس upset لا اليماني شوف ها ذا السؤال يعني faith يردون يحرجون به يعني لا اليماني الافضلية مستحيلة ليش لان السستاني شخصية معروفة اليماني وين من عرفه مو يماني اصل ما موجود حاليا اليماني خروجه مع السفياني ومع الخرساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد وهي الاحداث بعده ما صايرة زينا انا وين اعرف اليماني حتى اقايص لك بين اليماني والسستاني ما عندي هاي السستاني يعتبر حاكم شرعي يعتبر شرعي تمنيا من الامام المعصوم وان كان مو بالتعيين الخاص لا بالتعيين العام يعني اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مطيعا لامر مولاه مخالفا لهواه فللعوامع يقلده هذا احنا اعتقادنا كشيعة اثني عشرية اصولية نعتقد بان المرجعية هي النائبة على الامام هاي عقيدتنا كذلك هو هاي الهيئة الهيئة تعتقد بان المرجعية ليس فوقها شيء كل العناوين والاسماء تحت المرجعية تحت المرجعية هذا هذا اعتقادنا احنا وحتى لو طلع اليماني راح تسألني لاناكو بعض المنحرفيين شي يقولون يقولون اليماني اذا طلع الغى دور المرجعيات لان هو اعلى من المرجعية واعتبار مرسل من الامام المعصول لا كلام مصحيح اليماني اصلا يستمد شرعيته من المرجع راح تقل لي شلون راح اقلك يعني هل من الممكن يجي اليماني يقل للكم دازني عليكم الامام المهدي ممكن من يقول ما ممكن ليش لانه الامام المهدي سلام الله عليه يقول من ادعى المشاهدة ليدعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مدعن يعني اليماني اذا اجا وقالكم دازاني عليكم الامام المهدي شنو دورنا نكذبه لو ما نكذبه نكذبه زين من ين راح ياخد شرعيته اليماني اخد شرعيته من ين المرجعية هي المرجعية التي ستدلنا على اليماني راح تقول انتم صيروا تحت لواء هذا الرجل تحت لواء هذا الرجل هم هم ما ممكن المرجعية تقول هذا هو اليماني لا كقائد شيعي ميداني في الساحة يبرز في المرجعية التي شرعية ارجوك ابو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه والحاج سليماني والحجد الشعبي من ين اخذ شرعيته من المرجعية يعني اصبح الحشد الشعبي مقدس اصبح ابو مهدي المهندس رمز اصبح سليماني رمز اصبحوا الشهداء رموز لانهم اخذوا شرعيته من المرجعية كذلك اليماني بذرس قاطع الا اليماني لا يستطيع ان يتحرك ان يقدم قدما اذا مو شرعي تمنيا من المرجعية شرعي تمنيا من المرجعية هذا امر واضح فاذن ايها الاخوة نحن هكذا نقدس المرجعية احنا عندنا تقديس المرجعية لا نقول بالغاء دور المرجعية في زمن ظهور اليمان بل المرجعية باقية الى ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجوه الشريف يظهر الامام والمرجعية باقية والمرجعية ستكون هي اليد اطولة للتشيع انا لا اريد ان اعلق على الاخطاء النحوية والاخطاء في النصوص الحديثية ولا حتى الالفاظ الخرساني الخرساني نسبة الى الخرسانة هو يقال له الخراساني نسبة الى خراسان هو لا يعرف الالفاظ ولا يعرف الكلام الصحيح لا اريد ان اتحدث عن جهالة هذا الرجل وضحالته لكنه قال هكذا من ان السستاني يعتبر حاكم شرعي يعتبر شرعي تمنيا من الامام المعصوم وان كان مو بالتعيين الخاص لا بالتعيين العام زين اليماني ما اخذ شرعي تمنيا من انهيام واللبن ما هي هذه النصوص وبالتعيين الخاص وليس بالتعيين العام امامنا الباقر هو الذي يقول من ان راية اليماني هي اهداء الرايات واذا خرج اليماني فانهض اليه فان رايته راية هدى ولا يحل لمسلم ان يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من اهل النار لانه يدعو الى الحق و الى طريق مستقيم اين قال الامام المعصوم عن السستاني مثل هذا الكلام هذا هو اليماني انا لا اريد ان اعلق على كل هذا الهراء هذا الهراء السستاني علقت على كلامه في حلقات خاصة لا اريد ان اتحدث عن جهالة وسفاهة هذا المتكلم وهذه الجهالة وسفاهة تنبئنا عن جهالة وسفاهة الذي امره ان يكون بين الناس فان الرسول عقل المرسل محمد رضا السستاني هو الذي وجه هذا وامثاله كي ينشروا ضلالهم وجهالتهم وسفاهتهم لا اريد ان اناقش الموضوع لكن اليمانية شخص بنص خاص وجاءت اوامر المعصومين تأمرنا بوجوب اتباعه وبوجوب طاعته فاين هذا بالنسبة للسستاني وغيره من هؤلاء المراجع البتريين الكذابين الطوسيين هذه هي الثقافة البترية القذرة الذي يستمع الى هذا الرجل الى خالد الدراجي يتذكر كلام حسن الكشميري رجاء اعرض لنا جانبا من كلامه في نصيحته التي وجهها الى محمد باقر الايرواني لان هاي الشيعة بالعالم تدري اذا داب داب مطي داب جلكم الله وعدها وكاله من المرجع بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة رجاء اعيد عرض الوثيق لان هاي الشيعة بالعالم تدري اذا داب داب مطي داب جلكم الله وعدها وكاله من المرجع بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة و الى عمامة اخرى من العمائم التي تنتجها لنا حوزة النجا الى نزار التميمي بحسب القراءة الفصيحة بحسب القراءة العراقية نزار التميمي نزار التميمي من العمائم الصدرية وان تبرأ الصدريون منه في الفترة الاخيرة لكن في اخر الامر انها عمامة نجفية من نتاج الحوزة البترية الطوسية القذرة نشاهد ونستمع لكن كيف تثبت لنا انك الامام المهدي مع ان الاحاديث تبين انه ابن النبي من اولادي علي وهو الحج ابن الحسن وما معنى ان الامام معصوم وعالم بما كان ويكون وهو حافظ للقرآن وعارف بتأويله سؤالك طبعا وجيه وهذا في داخل اكثر الناس انه كيف يكون رجل تميمي ونسبه تميمي وليش لعادي احنا نرجع نرجع المن المحترم زيد نرجع المن لحديثنا وهو حديثنا الي يمكن صار للي سبع تيام انه آية ملكه اش قال لك قال لك تميمي لو قال لك مثلا موسوي لو حسيني لو إلا ابو سيد مثلا يعني اكو نكات نكات يحتاج لها تعقل مولانا يحتاج لها ورقة وقلم ارجع اقول لك الموضوع خطير وكم مرة اعيد اقول الامر جلال مولانا كل خطير قد ما تقول ايضا تفسير اهل البيت اوما تحتاج اذا كنت طالب حقيقة جنابك وحاذق وما متعصب وما يعني كذا والمهدي وكلنديزر ويجيك كذا وكذا لي في بالك رح تعرف شنو معنى ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت اللي هو العلم لان طلع روح العلم التوبة مرويانا في حلقة كاملة هذا العلم فيه سكينة جايسة ولفلك سكينة ربكم واجه المهدي هسا سلام الله علي وطلع وبحصانه ومثلا وراسه رب بالغيم شنسوي لنا اخذنا صورة شعدنا ويا بالله شنقل له خلي نكون واقعيين منطقيين وباقين وباقين باقين عند وصية محمد صلى الله عليه وآله وصية رسول الله صلى الله عليه وآله كتاب الله وعثرة ليفترقا أبدا أبدا أحدهما منبئ عن صاحبه لعنى هذه الدلائل هذه معنى ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت اذا ما يخبرك عن القرآن وحقائق القرآن وجمال وتأويل وعظمة القرآن خاصة عن موضوع القيامة والتوحيد توحيد للقيامة فهو كذاب لا يتصل أحد بعض الحمق يتصل ويقطع الاتصال يعني ما عرف هذا وين قاعد وين قاعد لا يتصل علي حتى لا يفسد علي فكرتي ما العلاقة بالصاقط اكو صاقط ومأبون موجود حتى لا سيعلق طيح حظ هذا من يوك ما العلاقة بي عفوا ما تستحون وابكم لا يجد ما تتخون الله لماذا لا تتخون الله انتخوا الله انتخوا الله ارجوكم اجاء لا تنظروا ليلى شكلي لا تنظروا ليلى شكلي انا لا شيء انا لا شيء انا حمار اعتبر نحال لا اعتذر عن الكلام السخيف الذي قاله لانني اريد ان اضع النقاط على الحروف اريد ان تعرف الثقافة البترية القذرة النجسة واريد ان اوجه انظاركم ان تقارنوا بين الثقافة الزهرائية و الثقافة البترية الثقافة البترية نتاج الحوزة البترية والحوزة البترية نتاج شيطاني بامتياز اما الثقافة البترية الثقافة الزهرائية فهي نتاج الزهرائيين و الزهرائيون صناعة مهدوية فائقة مصادر الثقافة الزهرائية قرآن محمد و آل محمد بتفسيرهم و حديث محمد و آل محمد بتفهيمهم وقت الحلقة انتهى لكنني ساختم الحلقة بهذا الحديث وسأكمل كلامي في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف الجزء الثاني من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الستين بعد الثلاثمئة باب من آذى المسلمين واحتقرهم الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال الله عز وجل الإمام الصادق يقول قال الله عز وجل ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن ولو لم يكن من خلقي في الأرض فيما بين المشرق والمغرب إلا مؤمن مع إمام عادل الإمام العادل هو الإمام المعصوم فقط ولو لم يكن من خلقي في الأرض فيما بين المشرق والمغرب إلا مؤمن واحد مع إمام عادل لستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت في أرضي ولقامت سبع سماوات وأراضين بهما ولجعلت لهما من إيمانهما أنسا لا يحتاجان إلى أنس سواهما هؤلاء البتريون وإن كثر عددهم وإن كثرت أموالهم وإن اتسعت سلطتهم لا قيمة لهم عند الله ولا قيمة لهم عند إمام زمانكم هذه هي الحقيقة من الآخر للحديث صلة سأكمل الحديث يوم غد إن شاء الله تعالى نلتقي غدا على أملي أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريونهم والهوى والهوى بتريون أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ترجمة نانسي قنقر